وفي الجلسة الفرعية المخصصة لمصار التحديث السياسي والمنظور الشبابي له أكد المتحدثون أن تعدد الأحزاب ظاهرة صحية لا سيما مع بداية تجديد مرحلة الحياة الحزبية مشيرين إلى أن تخفض سن الترشح إلى 25 عاما يعد ممكنا للشباب للانخراط في العملية السياسية والحياة الحزبية للأحزاب أنا أعتقد هذه ظاهرة صحية في بداية مرحلة تجديد الحياة الحزبية وهذا موضوع مربوط للبرامج ومربوط للخيارات وأنا أعتقد أن كل شاب وصبية أعتقد أنه قريب من برامج معينة من توجهات معينة من رؤية معينة أعتقد أنه سيكون له مجال ومتسع وحاليا المساحة الموجودة في هذه الأحزاب مساحة كبيرة وعندنا متدرجة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وعندنا توجهات مختلفة وأيضا موزع على المملكة على كل المحافظات واللي القانون أصلا حدد أنه وجوب أن تكون هذه الأحزاب ممثلة من 6 محافظات على الأقل ممثلة من 300 عضو مؤسس ممثلة من ألف عضو وأيضا من مشاركة 20% الشباب والمرأة والذوي العاقة وبالتالي هي ممثلة كل الفئات فعلا هو المطلوب من الحكومة أن تضع كل الممكنات بين إيديكو لما نزل سن الترشح لـ 25 سنة بالدستور هذا ممكن للشباب لما بنجرم وبنعمل عقوبات جدا قوية على المال السياسي هذا بعطيك الأفضلية لذلك يمكن مهم كان من البداية نقول أنه مروحة الخيارات واسعة أمام الشباب الأردني بأن يختار هو الحزب الذي يجد نفسه فيه واللي أقرب لتوجهاته ترجمة نانسي قنقر